بسم الله مرحبا بكم في درس جديد من دروس تطوير في الصف الثالث ثانوي في الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات وموضوعنا هو تقدير النهايات بيانيا الجزء الثاني من إعداد الرجل الملوحي ومن تقديم صالح شميمري فأهلا ومرحبا بكم سنتعلم إن شاء الله هذا اليوم النهايات عند نقطة والنهايات عند المالة نهاية إذن سنأخذ أولا النهايات والسلوك الغير محدود إذا اقتربت قيم Fx من قيمة وحيدة ولتكن L كلما اقتربت قيم X من العدد C من كيل الجهتين طبعا من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى فإن نهاية Fx عندما تقترب قيم X من العدد C هي ماذا؟ هي L وهي القيمة الوحيدة ولكن يحدث أحيانا بدلا من أن تقترب قيم Fx من العدد L فإنها تظل تزداد أو تنقص بشكل غير محدود إذن ملاحظة نشير إلى أنه إذا كانت النهاية تساوي ما لا نهاية فإنها عندما تزداد Fx بشكل غير محدود أما إذا كانت النهاية تساوي سالب ما لا نهاية فهي عندما تتناقص قيم Fx بشكل غير محدود مثال قدر إن أمكن نهاية X تربي ناقص 4 على X ناقص 3 عندما X تقول إلى الثلاثة إذا كانت موجودة أولا سنرسم هذه الدالة بيانيا ومن الملاحظة لدينا أنه يوجد لدينا خط تقارب رأسي عندما X يساوي كم؟ عندما X يساوي ثلاثة إذن من هذه الرسمة نلاحظ أن النهاية من اليمين عندما X تقول إلى الثلاثة من اليمين طبعا كم تساوي؟ تساوي موجب ما لا نهاية أما إذا كانت النهاية من اليسار عندما X تقول إلى الثلاثة من اليسار فإنها تساوي كم؟ تساوي سالب ما لا نهاية وبالتالي بمعنى النهاية من اليمين تختلف عن النهاية من اليسار إذن النهاية كاملة عندما x تقول إلى الثلاثة هي ماذا؟ هي غير موجودة سنعزل الآن الحل عددياً وسنأخذ قيم لx ونعوض فيها بهذه الدالة لكي يعطينا قيم fx أول قيم هنا الثلاثة وهي عندما x تقول إلى الثلاثة سنأخذ قيم تقترب إلى الثلاثة من اللسار ونأخذ قيم تقترب إلى الثلاثة من اليمين ونعوض فيها بهذه الدالة إذن أول قيم تقترب إلى الثلاثة من اللسار هي 2.9 فإن fx كم تساوي سالب 44 القيمة الثانية كم تساوي سالب 494 القيمة الثالثة عندما x تساوي 2.999 فإن قيمة fx تساوي كم سالب 4994 الآن سنأخذ قيم تقول إلى الثلاثة من اليمين أول قيمة هي كم 3.1 قيمة fx 56 القيمة الثانية إذا كانت 3.1 من 100 فإن قيمة fx بـ 506 أما إذا كانت قيمة x بـ 31 من 1000 ستكون قيمة fx بـ 5006 نلاحظ أنه إذا كانت قيم x تقترب إلى الثلاثة من اللي سار فإن قيم fx تتناقص إلى السالب مدى نهاية أما إذا اقتربت قيم x من الثلاثة من اليمين فإن قيم fx تزداد إلى الموجب مدى نهاية إذن النهاية هنا ماذا غير موجودة تدريب قدر إن أمكن نهاية سارب 2 على x أس أربعة عندما x تقول إلى الصفر إذا كانت موجودة أولا سنرسم هذه الدالة بيانيا ونلاحظ أنه يوجد لدينا خط تقاربي رأسي عندما x تساوي صفر إذن رسمة هذه الدالة بيانيا هو على النحو التاري نلاحظ لدينا أنه النهاية لسارب 2 على x أس أربعة عندما x تقترب من الصفر من اليمين فإن قيم fx هنا تنزل إلى تحت إذن إلى سالب مدى نهاية وبالتالي النهاية اليمنى تساوي كم سالب مدى نهاية النهاية اليسرى أو النهاية من الليسار إذن نهاية لما x تقول إلى الصفر من الليسار كم تساوي؟ تساوي أيضا سالب مدى نهاية بما أن النهايتان اتحدتا على أن تكون كلها سالب مدى نهاية إذن النهاية من اليمين ومن الليسار يعني عندما X تقول إلى الصفر كم تساوي؟ تساوي سالب مال نهاية إذن الآن سنعزز حلنا عددياً ناخد قيمة تقترب إلى الصفر من الإسار ولتكون سالب صفر فاصلة واحد فإن قيمة FX بكم؟ بسالب عشرين ألف إذا كانت قيمة X بسالب واحد من مئة فإن قيمة FX بكم؟ بسالب مئتين مليون الآن سنأخذ قيم تقترب إلى الصفر من اليمين ولتكون القيمة هنا واحد من مئة ستكون هنا FX بكم؟ بسالب مئتين مليون إذا كانت قيمة X بواحد من عشرة ستكون قيمة FX بسالب عشرين ألف إذن لحظة لدينا أنه كلما اقتربت قيم X إلى الصفر من اليسار من اليمين فإن قيم FX تقترب إلى ماذا؟ كلها تقترب إلى السالب مال نهاية إذن نهاية السالب 2 على X و 4 عندما X تقول إلى الصفر كم تساوي؟ تساوي سالب مال نهاية سنأخذ الآن النهايات والسلوك التذبذبي سنأخذ أمثلة على ذلك مثال قدر نهاية ساين 1 على X عندما X تقول إلى الصفر إذا كانت موجودة الحل من الملاحظة لدينا أنه من التمثيل البياني قيم FX اللي بالأحمر تتذبذب بشكل مستمر بين السالب 1 هنا وال1 اللي في الأعلى كلما اقتربت قيم X من الصفر طبعا من اليمين ومن اليسار أي أن نهاية هذه الدالة ساين 1 على X عندما X تقول إلى الصفر هي ماذا؟ هي غير موجودة تدريب قدر نهاية X تربي ضرب ساين X عندما X تقول إلى الصفر إذا كانت هنا موجودة طبعا نلاحظ من التمثيل البياني لدينا أن قيم FX اللي بالأحمر تقترب من ماذا؟ تقترب من العدد ماذا؟ من العدد صفر كلما اقتربت X إلى الصفر من اليمين ومن اليسار إذن نهاية هذه الدالة X تربيع ساين X عندما X تقول إلى الصفر كم تساوي؟ تساوي صفر تدريب قدر نهاية X تربيع ضرب كوساين 1 على X لما X تقول إلى الصفر إذا كانت موجودة طبعا هنا من التمثيل البياني لدينا نلاحظ أن قيم FX اللي بالأحمر تقترب من العدد صفر كلما اقتربت قيم X اللي بالأسود هنا من اليمين ومن اليسار إلى العدد صفر أي أن نهاية هذه الدالة X تربيع ضرب كوساين 1 على X عندما X تقول إلى الصفر كم تساوي؟ تساوي صفر إذن خلاصة أسباب عدم موجود النهاية عند نقطة تكون نهاية FX عندما X تقول إلى C غير موجودة في ثلاث حالات الحالة الأولى عندما تقترب قيم FX من قيمتين مختلفتين عند اقتراب X من العدد C سواء كانت من اليمين أو من اليسار الحالة الثانية عندما تزداد قيم FX بشكل غير محدود عند اقتراب X من العدد C من اليسار أو تتناقص قيمها بشكل غير محدود عند اقتراب X من العدد C من اليمين أو العكس الحالة الثالثة عندما تتذبذب قيم Fx بين قيمتين مختلفتين عند اقتراب الـ X من العدد C إذن النهايات عند المال نهاية إذا اقتربت قيم Fx من عدد وحيد وليكن الواحد عند الزيارة قيم X بشكل غير محدود فإن نهاية الـ Fx عندما X تقول إذا المال نهاية كم تساوي؟ تساوي هذه القيمة اللي هي الـ 1 وتقرأ نهاية Fx عندما تقترب قيم X من موجب مال نهاية هي الـ 1 أما إذا اقتربت قيم Fx من عدد وحيد وليكن الـ 2 عنده نقصان X بشكل غير محدود فإن نهاية Fx عندما X تقول إلى السالب مال نهاية تساوي هذه القيمة اللي هي الـ 2 وتقرأ نهاية Fx عندما تقترب قيم X من سالب مال نهاية هي الـ 2 إذن الخطوط التقاربية الخط التقاربية الرأسي للدالة F هو المستقيم X يساوي C إذا كانت نهاية Fx عندما X تقول إلى السي من اليسار يساوي موجب أو سالب مال نهاية أو نهاية Fx عندما X تقول إلى السي من اليمين يساوي موجب أو سالب مال نهاية طبعا أو كليهما هذا الخط التقاربية الرأسي للدالة F أما الخط التقاربية الأفقي للدالة F هو المستقيم ويساوي C إذا كانت نهاية Fx عندما X تقول إلى السالب مال نهاية يساوي C أو عندما X تقول إلى الموجب مال نهاية سنأتي إلى تقدير النهايات عند المال نهاية مثال قدر نهاية 1 على X تربيع نقص 3 عندما X تقول إلى موجب مال نهاية إذا كانت موجودة من الملاحظة لدينا أن في هذه الدالة خط التقاربية الرأسي وخط التقاربية أفقي خط التقاربية الرأسي هو أصفار مقام هذه الدالة وهو X يساوي 0 أي أن خط التقاربية الرأسي هو ذلك المستقيم الذي يقطع محور X عند النقطة ماذا؟ عند النقطة صفر أما الخط التقاربية الأفقي هو ذلك المستقيم الذي يقطع محور Y عند النقطة سالب 3 من الملاحظة لدينا أن تنفيل هذه الدالة بيانيا هو ذلك المنحن الأيمن والأيسر طبعا من الملاحظة أيضا أنه كلما اقتربت قيم X من الموجب مال نهاية فإن قيم FX تقترب من ماذا؟ تقترب من السالب 3 أما إذا كانت قيم X تقترب إلى السالب مال نهاية فإن قيم FX تقترب أيضا إلى ماذا؟ إلى الثلاثة إذن نهاية الواحد على X تربيع ناقص ثلاثة عندما X تقول إلى موجب مال نهاية كم يساوي؟ يساوي سالب ثلاثة إلى التعزيز عدديا سنأخذ قيم X تقول طبعا هنا إلى موجب مال نهاية ولتكن أول قيمة هي المئة إذا كانت قيم X مئة فإن FX تساوي كم؟ سالب 2.4 تسعات أما إذا كانت قيم X بألف فإن قيمة FX هي سالب 2.6 تسعات أما إذا كانت قيم X هي عشرة آلاف فإن قيم FX هي سالب 2.8 تسعات إذن من الملاحظة لدينا أن كلما كانت قيم X تقول إلى الموجب مال نهاية فإن FX تقول أو تقترب من العدد كم؟ سالب 3. إذن نهاية 1 على X تربيع ناقص ثلاثة عندما X تقول إلى الموجب مال نهاية هي السالب 3. تدريب قدر نهاية الساين X عندما X تقول إلى الموجب مال نهاية إذا كانت موجودة. إذن التحليل بيانيا رسمة هذه الدالة ساين X هو ذلك المنحنى التذبذبي الذي بين السالب 1 والواحد. إذن نهاية الساين X هنا غير موجودة. سنأخذ التعزيز عجديا إذا كانت X تقول إلى الموجب مال نهاية سنأخذ أولا باي على 2. FX كم تساوي إذا كانت X يساوي باي على 2؟ ستكون FX بواحد. سنأخذ قيمة تتزايد بعد باي على 2 ولتكون 3 باي على 2. إذا كانت X ب3 باي على 2 ستكون FX بكم بسالب 1. إذا كانت قيم X ب5 باي على 2 ستكون قيمة FX بواحد. إذا كانت X ب7 باي على 2 ستكون قيمة FX بكم بسالب 1. نلاحظ أنه كلما اقتربت قيم X إلى الموجب مال نهاية فإن قيم FX ليس لها قيمة معينة أو محددة. وبالتالي هو سلوك تذبذبي. إذن نهاية الساين X لما X تقول إلى موجب مال نهاية هي غير موجودة. تقويم من التمثيل البيان التالي قدر إن أمكن ما يلي إذا كانت موجودة نهاية الـ GX عندما X تقول إلى 4 من اليمين من اليسار. أيضا نهاية الـ GX عندما X تقول إلى السالب 6 من اليمين ومن اليسار. إذا كانت قيم X تقول إلى الموجب 4 من اليمين فإن قيم GX تقول إلى الموجب مال نهاية. أما إذا كانت قيم X تقول إلى الأربعة من اليسار فإن أيضاً GX تقول إلى الموجة ما لا نهاية من اليسار إذن نهاية GX عندما X تقول إلى الأربعة هنا من اليمين ومن اليسار كم تساوي؟ تساوي ما لا نهاية أما إذا كانت نهاية GX لما X تقول إلى السالب 6 من اليمين فإنه تقول إلى السالب ما لا نهاية أما لما X تقول إلى السالب 6 من اللي سار فإن قيم GX ونتروح إلى الموجب ما لا نهاية إذن نهاية الدالة GX عندما X تقول إلى السالب 6 هي غير موجودة لأن هنا سالب ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية تقويم آخر قدر نهاية ساين القيمة المطلقة لX على X إذا كانت موجودة نلاحظ لدينا أن قيم FX باللون الأحمر سواء كانت اللي باليمين أو اللي سار تتذبذب بشكل مستمر بين العددين سالب 1 و1 كلما اقتربت قيم X من العدد ماذا؟ من العدد صفر سواء كانت من اليمين أو من اليسار إذن نهاية الساين القيمة المطلقة لX على X إذا كانت X تقول إلى الصفر من اليمين تساوي 1 أيضا نهاية الساين القيمة المطلقة لX على X إذا كانت X تقول إلى الصفر من اللي سار كم تساوي هنا؟ تساوي سالب 1 نلاحظ أن النهاية من اليمين والنهاية من اللي سار غير متساويتين إذن النهاية عندما X تقول إلى الصفر ماذا غير موجودة تقويم آخر قدر نهاية 5 أس X إذا كانت X تقول إلى سارب ماذا نهاية إذا كانت موجودة أولا التحليل بيانيا وتحليل هذه الدالة بيانيا الدالة الأسية هي على النحو التالي يوجد لدينا خط هنا يقطع محور X عند النقطة 0 أيضا المنحنة اللي لدينا هو 5 أس X نلاحظ أن نهاية هذه الدالة من المنحنة لدينا كم تساوي؟ تساوي 0 إذن نهاية 5 أس X إذا كانت X تقول إلى سالب ماذا نهاية كم يساوي؟ يساوي 0 سنعزز الحل عدديا ونأخذ قيم تقول إلى السالب ماذا نهاية ولتكون أولا سالب 1 إذا كانت X تساوي سالب 1 فإن FX يساوي كم 2 من 10 إذا كانت X تساوي سالب 10 فإن FX يساوي هذا العدد لو نلاحظ أن هذا العدد لFX قريب من الصفر إذا كانت X تساوي سالب 100 فإن FX يساوي 21 من 100 في 10 يعني حرك الفاصل يسارا 70 مرة وهذا العدد يقترب إلى ماذا؟ يقترب إلى الصفر إذن إذا كانت x تقول إلى سالب مالة نهاية فإن fx يقول إلى الصفر وبالتالي نهاية 5sx إذا كانت x تقول إلى سالب مالة نهاية كم تساوي؟ تساوي صفر ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا تقدير النهايات بيانيا بما فيها النهاية عند نقطة ونهاية عند المالة نهاية النهاية عند نقطة إما أن تكون نهاية من جهة واحدة أو نهاية من جهتين أو نهاية وسلوك تذبذبوي أو نهاية وسلوك غير محدود أما النهاية عند المالة نهاية إما أن تكون نهاية موجودة أو نهاية غير موجودة وتعلمنا أيضا أسباب عدم وجود النهاية أسباب عدم وجود نهاية إما أن تكون اقتراب قيم fx من قيمتين مختلفتين او ازدياد او تناقص قيم اف اكس بشكل غير محدود او تذبذب قيم اف اكس بين قيمتين مختلفتين نشكر لكم حسن استماعكم الى اللقاء في دروس اخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته